نيجي بقى على جوزيجو ميز لو تفتكروا جوزيجو ميز من المباراة اللي فاتت من اول حلقة كنا هنا فيها بعد رمضان قلت لكم انه ده مدرب جيد عارف فيه مدربين كده يدوك بشائر اللي هو اه فيه امارات امش كناك النهاردة بقى جوزيجو ميز جيد عشان كسب الاهل النهاردة لا لا اسيبك من دي كان ممكن يخسر كان ممكن يتعادل ولو خسر كنت هقولك برضو مدرب جيد لو تعدل هقولك مدرب جيد لما هيكسب هقولك مدرب جيد تعرف المدرب الجيد منين هسهلها لك انه يبقى راجل عنده نمط لعب انه يقدر يحفظ اللاعبين نمط لعب تشوفه مكرر في كل المباراة انا مع جوزيجو ميز اقدر اقولك انه عبر جابر تقلق وابدع وكأنه الشاب اللي كان لسه طالع عنده عشرين سنة ياخد الخط بشكل رائع جدا يشتغل مع عزيزو بشكل رائع جدا الناحية التانية فاتوح تلاقيه داخل في العمق هتلاقي اللاعبين بيشتغلوا ازاي في العمق شفت الكرات التولية النهاردة اللي ورا مدافعين النادي الاهلي دي شفتها في المباراة اللي فيت لنادي الزمالك فده نمط لعب وبالتالي ده مدرب جيد انه قدر يشرب اللاعبين في وقت قليل شغله وافكاره هتقول لي كده هينجح نجعب مع الزمالك هقولك الله اعلم بالمستقبل بس فيه مدربين بيدوك امرات انهم مدربين كويسين اشت بالادارة اشت بالجهاز الفني وهاجل اللاعبين بس هرجع للادارة اللي استلموا المهمة في توقيت في منتهى الصعوبة وقدروا يقوموا نادي الزمالك الكبير ده في وقت قليل جدا يقوموا مرة اخرى مش بس فريق الكورة فريق الكورة ده الكريزة اللي انت بتشوفها على الوش بس كان المشاكل بالجملة يعني وامور اقرب للمستحيلة